موسيقى تعليقك محمد ملك تحياتنا إلي تحياتنا إلي طبعاً محمد ولد يعني وديع حلو رائع حب أنه يأخذ هذا الموضوع هو يقلت على بيته ما أعرف فدي يوم جاني للبيت فقال لي ما تقول أستاذه قلت له حبيبي خلق لك شاء الله هذا الدرب أو هذا الطريق صعب جداً ويحتاج لي ما أقول لك من صعوبته يحتاج له هواي أمور هواي مطبات رح توقع بيها فأني أبسط شيء أقول لك إذا أنه أنت ما توجد عندك الموهبة لا تمر في هذا الدرب ما عنده الموهبة هو عنده خامة يعني بس ما يعني مو مثل مثل ما أنت تقول مثلاً أنا جاء أقلت عبد فلك شوف على سبيل المثال جيت مرة اللي هو ما أقلتك يعني غير هذا هيئته تشبه عبد فلك هو الولد لا حتى بالغنة يعني مو هذا طبيعة صوته و حضوره لا لا حتى أنا ما أدري أستغفر الله حتى لا أظلم الرجل يعني يقولون الحلاق كبارة حلاق حتى الولد يعني بس أنا حتى موضوع أربط بهذه القضية شاهدني فهذا يوم أستاذي الكبير تحياتي إلا إحسن فرحان قاعد بالكافترية بالإذاعة فكان مهرجان بادل طبعا أول من بادر لهذا الموضوع طرق باب قحطان العطار هو عبد فلك فجيت المحسن قاعد بالكافترية أستاذ مو طول أدنى مهرجان وهذا فهذا المهرجان عادي تتغنى به كل هذا حتى بعدين قاعدت نفس الوقت حسيت محسن عنده يعني حباط من موضوع أنه يريد يقدم أعمال يريد كذا حتى نستذكر شوية نشط حسن محسن قل له شي تريد قلت له طيني الأوكي حتى أغني ما أقول عليك يقولون نغني فراح وكذا هالشكل تعرف محسن مو عادي يعني قال عبد من تغني ما تقلد فلان وفلان قلت له صار ما أقلد راح أغنيهم فأول أغنية غنيت حتى أقول عليك بروفات في مهرجان بابل غنيتها بابل وتفاجعوا حتى من طلعت غنيتها بابل وتفاجعوا بس من غنيتها وطلعت الناس كلهم بوسوني أولا حب لقحطان تحياتي إلى الله يضطيه الصحة والعافية وطول في الأمر والثاني أنه أنا ما غنيتها مثل ما هو يغنيها غنيتها باللون اللي أنا مع الحفاظ على الميليودي والغنية فطلعت الناس شاهدنا حمودي قلت له يا باب قلت إذا عندك يتش نفس في عيدك اطلع للناس وإذا ما عندك لا تروح تلزج نفسك لي لسبب الحمد لله أنا أتمنى أنه هو راضى عن نفسه وموفق بهذا الموضوع تحياتي ما حاربته؟ ولا حاربة ما قدم الدعوة ضده أو شيء؟ ولا عايش لي لا بالعاكس أنا أحبه وأحترمه أحبه الآن وين صارت بالدنيا؟ والله ما أعرف عني أنا ما شايفه قدم أعمال بالتلفزيون وبالتلفزيون هو قدم يكون عمليين يمكن عمليين أو عمل ما أدر ما أتذكر بس أنا الولد بعد ما شفته من شفت أول مرة؟ بعد ما شفته ما شدت تشوفه بالكليبات يعني على الشاشات شنو كان شعورك؟ والله ما عدي أي شعور أتمنى للتوفيق جديات أحمد أنا خلق لك حقيقة هو يعني ظهر بفترة ويعني كان أن الموضوع ظهوره أنه مشابه لعبد فلك بالحضور بالنظارة حتى بالصوت بالإفتيارات حتى مو هاي المشكلة المشكلة أنه بقتها كنا يعني شون واحد ضارب عند الناس هاي ناس تقلد يعني مو طلع واحد يقلد كاظم طلع واحد يقلد عبيد طلع واحد يقلد فلان يعني تعرفت فما عدي ما نعمل الله لدنا نسأل عن أخوار والله أتمنى للنجاة أنا بالله أنت فاجأت أسم طلعك تحيات إلى وإن شاء الله يا ربي وفقك تحيات